ترجمة نانسي قنقر الغرض الثاني تستمتع تقريباً من نانسي قنقر ويستمتع تقريباً من نانسي قنقر يحدث التداخل نتيجة لالتقاء مجتين لهم نفس الفريقونسي أو طون موجي ينتج تنتجان من مصدرين هذين المصدرين متقاربين عبارة عن شقين مزدوجين أو شقين هذين الشقين يعمل الشق الأول كمصدر أول الضوء فينتج الموجة الأولى ويعمل الشق الثاني لينتج الموجة الثانية هتاني الموجتين لهم أو have the same direction and the face difference is constant with time الفيس ديفرنس يبقى الشرط الأساسي أن يكون الفيس ديفرنس ثابت مع الزمن ففي هذه الحالة يحدث التداخل التداخل عبارة عن مناطق مضيئة ومناطق مظلمة تنتج المناطق المضيئة أو مناطق مظلمة نتيجة للباس لو نظرنا إلى الشكل الأول نجد أن الموجتين الموجة الأولى والموجة الثانية محصلتهم أو resulting wave هو عبارة عن جمع للموجتين فجمع الموجتين يعطي موجة تساوي محصلة الموجتين وهذا ينتج المناطق المظلمة وهو يعبر عن الكوليستركتب انترفيرنس أو التداخل البناء أما إذا حدث إن كان الفيس ديفرنس أو الباث ديفرنس مختلف الباث ديفرنس مختلف أو فرق المصار مختلف بزاوية تصل إلى 180 درجة فيؤدي ذلك إلى وجود الدستركتب انترفيرنس أو التداخل الهدام وهاتين الموجتين في هذه الحالة محصلتهم تكون صفر أو تقترب من الصف يوبى شرط حدوث التداخل البناء أن يكون فرق المصار أو الباث ديفرنس الباث ديفرنس بين the two way لو الدلت L يساوي N لند أي عدد صحيح من الطول الموجي للمصدرين الطول الموجي لمصدري الضوء وفي هذه الحالة أيضا أو الشرط الثاني لحدوث التداخل البناء أن يكون الباث ديفرنس أو الباث ديفرنس لو الدلت فاي يساوي 2N باي أما حدوث التداخل الهدام اللي هو ديستركتب انترفيرنس يحدث نتيجة لأن الباث ديفرنس لو الدلت L يساوي N زائد نص لند حيث ال N العدد صحيح من موجي ويكون كذلك الباث الفيز ديفرنس الفيز ديفرنس اللي هي دلت فاي يساوي 2N زائد واحد في بار يحدث التداخل وتتكون الهدب اللي هي الفرنس للتداخل على بعد مسافة من مصدر على بعد مسافة دي من مصدر التداخل أو المصدرين أو الدبل سلايد وبالتالي تكون المسافة بين المسافة ما بين تو فرنجز خطبتين من نفس النوع هي دلتا X تساوي لند دي كابتل على دي سمول هي سوء دي كابتل هي المسافة الفاصيلة ما بين الانترفيرنس باتر والدبل سلايد والدي سمول هي المسافة الفاصيلة بين مصدرين دوق S1 و S2 يمكن حساب الدلتا X أيضا بمعرفة L و N حيث ال L حيث ال L هو الودث أو المساحة التي يشغلها هدب أو التي تشغلها هدب التداخل و N عدد الهدب بمعرفة الدي اكس واللندة والمصافة الفاصيلة ما بين الانترفيرنس باتر والدبل سلايد اللي هي دي كابتل يمكن إيجاد المساحة أو سيبرشن باتوين زا توس لايت اللي هي دي سمول من خلال هذه المعادلة بمعرفة الحدود معرفة ثلاثة حدود يمكن إيجاد الحد الرابع يعني يمكن إيجاد قيمة لندة بمعرفة الدي كابتل والدي اكس والدي سمول أو معرفة الدي كابتل بمعرفة اللندة والدي والدي اكس من خلال هذه المعادلة لإيجاد قيمة الدي الدي سيبرشن بتوين دي سلايد نستخدم الأدوات اللي معنا ويعبارة عن دي سلايد ست سكرين جراف بيبة مصطرة أو نعدل الجهاز بحيث نحصل على نحصل على فرينجيس أو نحصل على هدب للتداخل على الشاشة ثم نقوم بعد ذلك بحساب قيمة الدي كابتل والديلتا اكس بمعرفة الال والان الال اللي هي الويدس الويدس الذي أو الحيز الذي تشغله الهدب والان عدد الهدب يجب عند أخذ القراءة يكون الضوء خافت بعض الشيء باستخدام الجراف بيبة نجد الال اللي هو للفرينجيس اللي ظهرت عندنا ونوجد عدد الفرينجيس نلاحظ أن عدد الفرينجيس أو عدد الهدب الظهرة ممنى تساوي خمسة ثم بعد ذلك نوجد قيمة الال نحسب قيمة الال باستخدام المربعات على الكلار أو باستخدام المصطرة وبإذن بمعرفة قيمة الال والان نوجد قيمة الدي اكس ثم نحسب قيمة الدي كابتل وهي تساوي المسافة ما بين الشاشة والدابل سلايد نعوض بعد ذلك في المعادلة دي تساوي دي سمول اللي هي السيبريشن بتوين الدابل سلايد واللندا اللي هي طول الموجي للضوء المستخدم والدي كابتل والدي اكس اللي جاءت قيمة السيبريشن بعد حصلنا على السيبريشن نكون قد أنجزنا الغرض الأول من التجربة الغرض الثاني من التجربة هو نوجد قيمة دي داش حيث دي داش هي عبارة عن المسافة الفاصلة ما بين الشاشة أو الانترفيرنس باتل وأفضل نقطة ممكنة يمكن للعين أن ترى فيها الباتل أو أن ترى فيها الهدب بوضوح نعدل من وضعية الجهاز ونخفط الضوء بعض الشيء نوجد المسافة دي داش وذلك بالابتعاد عن الانترفيرنس باتل ثم التحرك بالقرب منه وغايدا وغايدا حتى نحصل على أفضل صورة ممكنة للهدب أو الفرنجس كالتالي عند إذن عند رؤية الانترفيرنس باتل أو عند رؤية نموذي التداخل بوضوح أو هدب أو عند التمييز ما بين الهدب بوضوح عند هذه نقطة تكون المسافة دي داش نعوض بقيمة دي داش في المعادلة ثيتا آر تساوي دلتا اكس على دي داش حيث ثيتا آر هي resolving power of my eye بمعرفة الدلتا اكس والدي داش أوجدنا قيمة الثيتا آر وبمعرفة قيمة الثيتا آر نعوض في المعادلة دي سمول داش تساوي واحد واثنين وعشرين من مية في قيمة الطول الموجي للضوء المستخدم للضوء الليزر المستخدم على قيمة ثيتا آر نوجد قيمة the effective diameter of my popular وبإيجاد قيمة دي داش نكون قد أوجدنا الغرض الثاني من التجربة وشكرا